السلام عليكم طلبة الأعزاء سنكون في هذا الفيديو مع الصفحة الخامسة والثلاثين من كتاب الطالب Let's practice لنتدرب Exercise 1 Read Fatima's report about two mountain cities اقرأ تقرير فاطمة عن مدينتين mountain jable أي مدينتين جبليتين Many people live in mountains with steep slopes and snow on their peaks العديد من الناس يعيشون في الجبال مع steep قلنا منحدر أو حاد slopes منحدرات إذن هذه الجبال فيها منحدرات حادة أو منحدرة and snow on their peaks وثلج على قممها peaks هي قمة الجبل The Andes Mountains in South America have two of the highest cities in the world Andes Mountains جبال الأنديز في South America أمريكا الجنوبية have two فيها مدينتين هما الأعلى the highest الأعلى المدن الأعلى أي تقعان في منطقة مرتفعة in the world في العالم هنا لدينا صورة يوضحون لنا هذه الكلمات الجديدة هذا جبل أشار إلى قمة الجبل بكلمة peak القمة، سلوب، منحدر، فوت، سفح الجبل The highest city is in Peru Peru هي البيرو 5,100 meters above the sea إذن المدينة الأعلى في البيرو ارتفاعها 5,100 متر عن سطح البحر called La Rinconada تدعى La Rinconada La Rinconada is also at the foot of a glacier called the sleeping beauty إذن هذه المدينة La Rinconada أيضا تقع في سفح فوت سفح جبل جليدي Glacier نهر جليدي أو جبل جليدي يدعى The sleeping beauty الجميلة النائمة La Rinconada has rainy summers and dry winters with lots of snow هذه المدينة تتميز أو فيها فصول صيف ماطرة rainy The roads can be dangerous because of rocks and ice الطرقات يمكن أن تكون dangerous خطيرة بسبب الصخور والجليد About 50,000 people live there حوالي 50,000 شخص يعيشون هناك The second highest city is El Alto in Bolivia المدينة الثانية الأكثر ارتفاعا هي El Alto في Bolivia It's 4,150 meters above the sea هي ارتفاعها 4,150 مترا فوق البحر El Alto means the high one معنى هذه المدينة بالانجليزية El Alto يعني المدينة المرتفعة Because it's high up in the Andes لأنها high up مرتفعة في جبال الأنديس موقعها مرتفع Like Rinconada El Alto is cold even in warm months فإن El Alto أيضا باردة حتى في الأشهر الدافئة Warm And it has some very rainy seasons وفيها بعض الفصول الماطرة جدا Seasons فصول أو مواسم It has a railway and lots of traffic فيها railway سكة قطار والكثير من الازدحام Traffic Nearly one million people live in El Alto تقريبا حوالي مليون شخص عيشون في El Alto إذن قرأنا تقرير فاطمة عن مدينتين أولا Larinconada ومدينة El Alto Exercise 2 Look at paragraph 2 انظروا للفقرة الثانية Choose the correct topic order اختاروا ترتيب المواضيع الصحيح لدينا هنا هذه هي paragraph 1 الفقرة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة يريدون أن نقرأ أو ننظر في هذه الثانية أي ترتيب صحيح للمعلومات وردها في الفقرة هل هذه الكاتبة ذكرت أولا location الموقع ثم عدد السكان ثم المناخ ثم تحدثت عن وسائل المواصلات أم أنها تحدثت عن الموقع أولا المناخ وسائل النقل عدد السكان أولا تحدثت عن الموقع قالت أنها في سفح الجبل ثم تحدثت عن المناخ ثم تحدثت عن وسائل المواصلات ثم عدد السكان إذن الإجابة الصحيحة هي بهذا هو الترتيب الصحيح الذي اتبعت هل اتبعت نفس الترتيب في الفقرة الثالثة؟ إذا عدنا للفقرة الثالثة فإنها أولا أيضا تحدثت عن الموقع ارتفاعها عن سطح البحر والطقس أو المناخ فيها ثم تحدثت عن وسائل المواصلات ثم عن عدد السكان نفس الترتيب الذي تبعته هنا إذن هل تتبع نفس الترتيب في الفقرة الثالثة؟ ستبع نفس الترتيب في الفقرة الثالثة؟ أخذت تقرير مقارنة وتباين عن مكانين في بلدك أولا انجروبس قم بعصف ذهني أي تفكير سريع للأماكن التي تريد أن تقارنها ضمن مجموعات اختاروا أربع مواضيع يمكنكم أن تقارنوها بالنسبة للأماكن مثل هذه مثلا المقارنة في المناخ الموقع عدد السكان وسائل المواصلات أكتب ملاحظات عن الأماكن في تيت شارت مثل هذا هذه المدينة الأولى والثانية والمعلومات عن هذه الأشياء المواضيع ما هي المعلومات الخاصة بكل مكان مثل هذا المثال والمثال في الصفحة الرابعة والثلاثين هذه الصفحة وهنا المقارنة رتب معلوماتك فكر بشيء مميز عن المكانين من أجل المقدمة الخاصة بموضوعك ثم اكتب تقريرك وارسم أو جد صورا لكل مكان قدم تقريرك ما الأشياء المثيرة للاهتمام التي تعلمتها من تقارير زملائك في الصف إذن هنا وضع لنا المثال الذي سنبدأ به خطوات الموضوع للمقارنة قد نتحدث أولا عن يمكن أن نقول يمكن أن نقول أي مثلا حار أو رطب في الصيف أيضا صفتين أو صفة واحدة للمناخ في هذه المدينة اللوكيشن هو يقع في أو بقرب أو بجانب بوبوليشن نذكر عدد السكان ترانسبورت كم نوع من المواصلات أمثلة عنها ونذكرها ما هي لدينا هنا مقارنة أو مخططة لمدينتين مدينة بانكوك ومدينة شانج مي تحدثوا هنا عن بانكوك بأنها حارة جدا وجافة في الشتاء ورطبة في الصيف دافئة في الشتاء ورطبة في الصيف والخريف المدينة الأولى تحدثوا عن المواصلات فيها فيها سابوي باسز ذا بي تي اس سكاي ترين أنتو ايربورتز سابوي مترو الأنفاق باسز الباسات ذا بي تي اس سكاي ترين قطار البي تي اس هذا هو البي تي اس سكاي ترين القطار الذي يسير على سكة مرتفعة عن الأرض كأنه يطير في السماء مرتفع سكاي ترين وتو ايربورتز مطارين أما هذه المدينة ففيها شاتل باسز الحافلات المكوكية وغالبا تكون بهذا الشكل وهي حافلات مخصصة في مسارات معينة من المطار إلى الفنادق مثلا أو بين أماكن سياحية لها خط سير معين تاكسيز أنت أن ايربورت وسيارات التاكسي ومطار عدد سكانها أكثر من عشرة ملايين شخص والمدينة الثانية حوالي 1.2 مليون شخص إذن وفقا لهذه الطريقة عليكم أن تكتبوا المقارنة بين مدينتين ويعطوننا نصيحة أو معلومة بخصوص التحدث عند قراءة ما كتبناه ابق ثابتا وانتظر حتى يهدأ الصف ارفع رأسك عاليا عندما تتحدث أي لا تخفض رأسك أو تنظر الأرض تحدث ببطء وبوضوح انتظر من ثانيتين إلى ثلاثة بين كل جزء من المعلومات ابتسم في النهاية هذه طريقة إلقاء أي موضوع أو فقرة إذن حاولوا جمع معلومات عن مدينتين في الأردن وحاولوا المقارنة بينهما بمواضيع مثل هذه المواضيع كتبت لكم مقارنة بين مدينتين كمثال ليساعدكم على كتابة موضوعكم فنقول العديد من الناس يعيشون في مدن محاطة بالجبال ولمناظر الطبيعية الجميلة مدينتين عمان وجرش مميزتين بخصائصهما الفريدة هذه هي المقدمة ثم سنبدأ بالمقارنة أمان is the capital city and is located on several hills وهي موجودة على بضعة تلال hills مرت معناه hill هضبة أو تلة making it one of the highest cities in the country مما يجعلها واحدة من أعلى المدن في البلاد إنها تقع حوالي ألف متر عن مستوى البحر وتقدم مزيجا من الحياة الحديثة والمواقع التاريخية عمان has a Mediterranean climate Mediterranean البحر المتوسط إذن مناخ متوسطي متعلق بالبحر المتوسط with hot dry summers and mild wet winters وكيف هو المناخ فيها المناخ فصول صيف حارة وجافة وفصول شتاء معتدلة ورطبة the city experiences occasional rainfall during the winter months المدينة تشهد هطولات مطارية متفرقة أثناء فصول الشتاء and its roads can be busy due to heavy traffic وطرقها يمكن أن تكون مشغولة بسبب الإزدحامات المرورية About 4 million people live in Amman حوالي 4 ملايين شخص يعيشون في عمان On the other hand, Jerash is famous for its ancient ruins من ناحية أخرى, Jerash مشهورة بسبب آثارها القديمة Located about 500 meters above the sea level, Jerash is lower than Amman بسبب موقعها حوالي 500 متر فوق سطح البحر فإن Jerash أقل ارتفاعا منخفضة أكثر من Amman But still offers stunning views of the surrounding hills لكنها لا تزال تقدم مناظر أو مشاهد مذهلة The climate in Jerash is similar to that of Amman المناخ في Jerash مشابه لذلك في Amman With hot summers and cool rainy winters ما هو مناخها؟ فصول صيف حارة وفصول شتاء باردة وممطرة Jerash is a popular tourist destination Jerash هي وجهة سياح مشهورة Especially during the Jerash festival خاصة أثناء مهرجان Jerash Attracting visitors from all over تجتذب السواح من جميع الأنحاء About 50,000 people live in Jerash حوالي 50,000 شخص يعيشون في جرش إذن بهذا التقرير أعزائي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم ألقاكم بإذن الله في الفيديو القادم مع درس جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر